موسيقى اللي انت ذكرت يعني النقاط كتير كتير مهمة عن أسباب التجسد منها إعلان عن الله نعم إعلان الحياة الأبدية نعم تكلمت عن تنفيذ مقاصد الله تكلمت عن أنه جاء المسيح ليبيد أو يحل أكبر مشكلتين مشكلة الخطيئة ومشكلة الموت نعم وبعدين اتكلمت عن المسيح كرأس للخليقة الجديدة نعم بعد هذه الإعلانات يعني شو الرسالة اللي احنا بدنا نتعلمها من خلال فكرة التجسد اللي البعض بسمي سر التجسد واحد من أسرار الإلهية نعم خبر صار لكل إنسان التجسد ده الخبر الصار لكل إنسان على هذه الأرض ايه تعالى ارتبط بالمسيح نعم زي ما أنت اتولدت لقيت نفسك في العيلة البشرية فبنسميها الولادة الأولى قدامك عرض اسمه الولادة التانية نعم عشان تتولد في عيلة تاني فبالولادة الأولى أنا لقيت نفسي من عيلة آدم وبتورس المصائب والكوارث وال جدي سبلي مديونية جدي سبلي مديونية أنا ملزم لأني من نسله أن أنا أحمل المديونية بالإضافة أن أنا نفسي حابب الخطيئة يعني ما تقوليش أن فيه إنسان مسكين يعني اتولد في الأرض ولم يخطئ فبيعاني أنه ظلم أنه ارتبط بالنسل آدم لا طبعا كل إنسان إلى الآن قدامه الحرية عش كده الإنسان مش هيحسب على خطيط آدم لا الإنسان لا يحسب على خطيط آدم الإنسان يحسب على خطيط الفعلية تمام لكن بنقول لهذا الإنسان الله في عيلة أخرى الله عرض عليك خبر مهول خبر صار في عائلة أخرى رأسها المسيح تعالى ارتبط بالمسيح وزي ما أنت بالولادة الأولى اتولدت في العائلة البشرية لقيت نفسك مديون تعالى تولد الولادة تانية هتلاقي نفسك وارث مش مديون في العائلة التانية دي تتولد وارث ومجرد ما يتقابل مع المسيح ويتوب ويرجع المسيح يقول له يا يسوع ارحمني من قلبه هذه الصرخة من قلبه بيناني الولادة الجديدة وفورا بيرث